طبعاً نادي قالي عشان تبقى عارفين طبعاً موجود فيه بطولة العالم وبالتالي مش هيلعب المباراة الخاصة بتاعته في أسبوع 16 هتتأجل هذا اللقاء كانت هتكون مباراة بحرص الحدود ولكن طبعاً وجوده فيه كأس العالم للأندية أجل هذا اللقاء وبالتالي بكرة إن شاء الله فيه مباراة هتبتدي من الساعة 3 إلى 4 أمبي واسموحة بيرامدز وسيراميكا كيلوباترا والساعة 7 هتكون مباراة الزمالك وفيوتشر فرصة لنادي الزمالك إنه هو يحسن وضعه يحسن شكله فيه ظل طبعاً الأزمات اللي ممكن تكون مرت من خلال نتائج من خلال غضب جماهيري على الشكل الفني للعبين ورحيل فريرة أول مباراة هيكون تحت قيادة كابتن أسامة نبيه اللي أكيد في موقف صعب وأمور ممكن تكون فنياً هتكون صعبة مش عشان كابتن أسامة طبعاً مدير فني هايل مدير فني كويس لكن الظروف اللي بيمر بيها الفريق الظروف اللي بيمر بيها نفسية اللعبين النتائج نفسها زي إن أنت تكسر النتائج السيئة بمباراة زي فيوتشر مباراة كبيرة فيوتشر في المركز الثاني وبالتالي بتلعب فرقة قيلة إزاي هتقدر تتغلب عليها وتقدر تتغلب على المشاكل اللي موجودة في الوقت الحالي دي نقطة مهمة جداً بيواجهها كابتن أسامة نبيه في الوقت الحالي ومباراة الغد بالذات طبعاً بعض الناس تقول لك يعني أسامة نبيه عارف الفريق آه عارف الفريق وعايش مع اللعيبة والأمور بالنسبة له كتاب مفتوح للعبين لكن في الوقت الحالي عما نيجي نبص هي ظروف صعبة لأي مدير فني يكون موجود في التوقيت ده ما بعد النتائج اللي فاتت وما بعد طبعاً الأمور اللي مر بيها نادي الزمالك وأخيراً طبعاً مباراة القمة اللي كان طبعاً لها صدى قوي جداً على اللعابين نفسهم والحالة النفسية بتاعتهم ودي طبعاً بتبقى حاجة صعبة جداً على اللعابين لكن نتمنى أن احنا نشوف مباراة غداً كويسة عندنا مباراة يعني أمبي واسموحة مباراة قوية وبيرامس صبعاً وسيراميكا وأخيراً طبعاً مباراة الزمالك وفيوتشر نتمنى أنها تبقى مباراة قوية ونشوف مباراة يعني طليق باسم الدوري المصري